كيف نقوم بعمل هذا الانيميشن بالنسبة للأشخاص المبتدئين في مجال التحريك على برنامج كريتا؟ إذا كنت مهتم تابع هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقاء معكم أخوكم إسماعيل في فيديو جديد على قناتكم ريمان أنيميشن ندخل البرنامج كريتا ونضغط هنا ثم نكتب الرقم 1950 في الطول وفي العرض نكتب الرقم 1200 ثم في الدقة نكتب الرقم 200 ثم نضغط على برنامج كريتا ليظهر معنا البرنامج بهذه الواجهة بعد ذلك يا أصدقاء نختار أداة الممحات من أجل تشكيل الفريمات الفارغة نضغط في الخط الزمني ثم نضغط في شاشة العمل ثم نضغط على المربع ذو الطبقتين من أجل إنشاء الفريم الفارغة بعد ذلك نستمر بهذه الطريقة من أجل إنشاء الفريمات الآن يا أصدقائي سنبدأ بعملية الرسم وهنا سنبدأ بالفريم رقم 0 من أجل رسم الشخصية التي شاهدتمها في بداية هذا الفيديو وهي شخصية من وحي الخيال نبدأ برسم الفريم الأولى ثم بعد الانتحاء سنذهب إلى الفريم الثانية ونقوم بالضغط في الطبقة على أداة المصباح حتى تظهر الرسم الأولى وهنا أقوم بإعادة رسم رسمة جديدة بحركة أخرى وبوضعية أخرى بعد ذلك يا أصدقاء لاحظوا هنا سأقوم بتلوين هذا المكان باللون الأسود ثم بعد ذلك سأذهب إلى الفريم الأخرى من أجل القيام بعملية الرسم هنا لم ننتهي بعد سأقوم برسم الأنف أنف هذه الشخصية ثم أضغط على أداة المصباح لاحظوا هنا يا أصدقاء أثناء القيام بإعادة الرسم ستظهر نوع من الصعوبة لأننا قمنا برسم الفريم الأولى والفريم الثانية لذلك من أجل تخطي هذه الصعوبة نذهب إلى الفريم رقم أربعة يعني نقوم بتخطي فريم نتخطى فريم واحدة لكي نقوم بعملية الرسم في الفريم التي تليها بأريحية كبيرة بهذا الشكل يعني هذه المسألة هي مسألة جد مهمة يا أصدقاء من أجل الرسم بدقة جيدة وحتى ترسموا الشخصية أو الشيء الذي ترغبون به وأنتم مرتاحون يعني لا تكون هناك نوع من الصعوبة الآن أختار أداة التقطيع من أجل تقطيع هذه اليد أو هذه الدرع بهذه الطريقة ثم أقوم بإزاحتها بهذا الشكل بأداة المربع من أجل الحصول على هذه الحركة لأننا لم ننتهي من رسم الحركات لذلك هنا أحاول الحصول على الحركات المناسبة نستمر هنا في القيام بعملية الرسم وتشكيل هذه الحركة بهذه الطريقة هنا سأقوم بتسريع الفيديو من أجل ربح الوقت وحتى لا أطيل في هذه المرحلة لأن هذه المرحلة هي مرحلة الرسم ومرحلة تشكيل الفريمات ومرحلة التلوين وبطبيعة الحال هناك مرحلة الضل هنا لم أقوم بوضع الضل ربحا أيضا للوقت إذن هنا قمنا بتشكيل هذه الفريمات ثم بعد ذلك لاحظوا هنا سأقوم بسحب هذه الفريمات في الخط الزمني بهذه الطريقة ثم أقوم بعملية كوبي وأقوم بعد ذلك بعملية بوست مسألة كوبي وكولي شرحتها في العديد من الفيديوهات يعني إما أنك تضغط على الأزرار الموجودة في الماوس من أجل قيام بعملية كوبي كولي وإذا كان لديك بطبيعة الحال القلم الضوئي أو الطابلت تضغط على الأزرار الموجودة في الطابلت عفوا الموجودة في القلم الضوئي هنا أختار أداة المربع من أجل إزاحة الشخصية بهذه الطريقة هنا ستظهر الشخصية وهي يعني كأنها تدخل من مكان إلى آخر أو أنها تدخل من اليمين وتتجه نحو اليسار بهذه الطريقة لاحظوا هنا يا أصدقاء سأقوم بسحب جميع الفريمات إلى وسط الخط الزمني لكن قبل ذلك سأقوم بعملية كوبي كولي لهذه الفريمات ثم أقوم بجلب هذه الفريم وإزاحتها بهذه الطريقة لماذا؟ لأن الشخصية حينما قمت بصنعها في تلك الحركات في البداية إذا لحظتم في وسط الخط الزمني بدأت الشخصية تتحرك في مكان واحد وحينما بدأت تتحرك في مكان واحد ينبغي أن نصنع خلفية معينة تتحرك بالتناسب مع تلك الحركات التي تقوم بها الشخصية وهذه المرحلة سأقوم بها فيما بعد هنا أقوم بإزالة هذه الفريمات الزائدة ثم بعد ذلك سوف نستمر في عملية ترتيب الفريمات وترتيب الفريمات هي المرحلة الثانية هنا هذه الفريم أقوم بإخراجها بأدات المربع بهذه الطريقة الآن يا أصدقائي لاحظوا هنا سأقوم بسحب الخط الزمني بهذه الطريقة وأقوم بجلب هذه الفريمات إلى وسط الخط الزمني وأترك البداية فارغة لأن البداية ينبغي أن لا يظهر أي شيء ثم بعد ذلك ستبدأ الشخصية بالظهور شيئا فشيئا الآن نقوم بإضافة طبقة ثانية ثم نقوم برسم الخلفية هنا سأقوم بتسريع الفيديو حتى لا أطيل في عملية الرسم هنا أقوم برسم الخلفية بهذه الطريقة يعني هذا مجرد بسيط حتى يعني نقوم بالإسراع في عملية الشرح هنا أختار أداة المربع وأقوم بإزاحة الخلفية قليلا ثم إضافة أشجار جديدة أو أشياء جديدة يعني هنا يمكنكم إضافة أي شيء ترغبون به تمامي أصدقاء هذا بطبيعة الحال مجرد مثال هنا نقوم برسم حركة أخرى أو شيء آخر ثم نقوم بعد ذلك بإختيار أداة المربع وإزاحة تلك الفريم بتلك الطريقة يعني كلما قمنا بإنشاء بإزاحة الفريم نقوم بعملية الرسم ثم نستمر بعملية الإزاحة في الفريم التي تليها وذلك حتى تظهر الخلفية وكأنها بالفعل تتحرك وأن هناك أشياء تظهر يعني الأشياء القديمة تذهب إلى الخلف والأشياء الجديدة تبدأ بالظهور يعني الأشجار التي مرت قبل اللحظات يعني تذهب إلى الخلف والأشياء الجديدة تبدأ بالظهور من جديد إذن هنا نقوم بعملية كوبي لتلك الحركات التي قمت بصنعها وهي حركات الخلفية ثم أقوم بجعل تلك الحركات تحت الحركات التي تتحرك فيها الشخصية في مكان واحد وهنا عملية كوبي كولي كما شرحت لكم تلعب دور مهم يا أصدقاء لأنه في تطبيقات معينة موجودة في الانترنت يعني إذا لم تقوم بالرسم والرسم والرسم لن تحصل على الحركات التي تريد لكن في برنامج كريتة وفي برنامج أخرى يعني يمكنك فقط القيام بعملية كوبي كولي من أجل الحصول على الشيء الذي ترغب به هناك أصدقاء تركت فريم واحدة وستستمر معنا تلك الفريم إلى أن تبدأ الخلفية بالتحرك يعني الفريم الأولى المرتبطة بالخلفية ستستمر معنا إلى أن تبدأ الشخصية في عملية التحرك هنا حينما بدأت بعملية التحرك بدأت أيضا تلك الخلفية بالتحرك هذا ما يسمى بالتناسب بين الفريمات أو التطابق بين الحركات إذن هنا حصلنا على هذه النتيجة يا أصدقاء ثم هنا حينما انتهينا من تلك الحركات هنا أقوم بعملية كوبي وكولي لأحد الفريمات المرتبطة بالخلفية يعني المسألة سهلة يا أصدقاء في صنع مثل هذه المقاطع ما عليكم سوى رسم الحركات التي ترغبون بها ثم ترتيب تلك الحركات ثم بعد ذلك إنشاء الخلفية التي ترغبون بها هنا أقوم بإضافة طبقة أخرى وأختار هذه الأدات لاحظوا هذه الأدات هي مربع وسطه نقاط ثم أذهب إلى مكان الشفافية وأختار اللون الأزرق وأقوم بإضافته بهذه الطريقة ثم أختار اللون الأخضر وهو لون الأرض من أجل إضافته بهذا الشكل هنا حصلنا على لون الأرض ولون السماء ثم أقوم بتثبيت تلك الفريم بإضافة المربع ضد طبقتين إذن هنا يا أصدقاء حصلنا على هذه النتيجة هنا أقوم بتجربة المقطع ويعني حتى أتأكد من أن الفريمات هي في مكانها أقوم بتحريكها بهذه الطريقة لأن الأنمشن يعني ينبغي أن تتأكد من أن الفريمات هي في مكانها وأن كل شيء في مكانه حتى تصنعوا مقطع متكامل يا أصدقاء هنا قمت برفع الخط الزمن قليلا لكي أظهر لكم الطبقة هنا لدينا الطبقة الأولى وهي طبقة الخلفية ثم الطبقة التي فوقها هي طبقة الأشجار والطبقة التي فوقها بطبعة الحال هي طبقة الشخصية التي قمنا برسمها هنا بطبعة الحال البداية هي صفر والنهاية هي مئة وسرعة التشغيل هي صفر فاصلة خمسة وعشرون ونقوم بتحريك المقطع بهذه الطريقة لنحصل على هذه النتيجة إذن أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم يا أصدقاء ونلتقي إن شاء الله في دروس أخرى بهذه الطريقة إن شاء الله